في بداية أشغالي للمجلس الحكومي نوه السيد رئيس الحكومة بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بتأهله لدور ربع نهائي كأس العالم 2022 ليكون بذلك أول فريق عربي ورابع فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة متمنيا أن تتوالى انتصارات المنتخب الوطني الذي رفع عالم بلادنا عاليا وأظهر للعالم لأسره مدى قوة الوحدة واللحمة التي تجمع المغاربة مجندين خلف جلالة الملك نصره الله وحي السيد رئيس الحكومة بحرارة الجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه وجدد الشكر باسم كل أعضاء الحكومة للطاقم التقني ولمسيري وأطور الجامعة الذين واكبوا لاعب المنتخب ليبصموا على مصار رائع شرف المغاربة قاطبة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في لاشين يوتيوب وبرتجوا هاد الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش ديرو جام الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي